باتجاه مدن مدمرة ومنازل ملغمة وأحياء هدمت بناها التحتية بآلة حرب كانت سياسة الأرض المحروقة عنواناً لها تعيد حكومة الكاظمي قصراً مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم ومع أن الأوضاع ماساوية داخل المخيمات إلا أن كثيراً من النازحين يصرون على التمسك بالبقاء في خيامهم المهترئة بدلاً من مواجهة مصير مجهول محفوف بالمخاطر مع غياب الدعم الحكومي ومع الاستهداف الممنهج أنا أحس هذا بيتي لأن ما عندي ملجأ ما عندي بيت ما عندي راتب ما عندي حدا عيشنا فهذا أصبح هو ملاذي المخيم لأن مرة أطلع أتدمر وتبادل وتعرفون دنيا الشتة كل شيء ما عندي وأنا سأطلع بطرق عباتي بس لم تحمي صرخات هذه السيدة كغيرها من النازحين من سياسة التهجير الجديدة بعد إعلان حكومة الكاظمي التزامها بعودة نحو مليون ونصف مليون نازح إلى مناطقهم وإغلاق مخيماتهم كافة نهاية العام الحدي أي قبيل إجراء انتخابات مقررة في شهر حزيران المقبل في عمل غير مسؤول لإنهاء ملف مثقل بالفساد والانتهاكات الحقوقية ومع جملة الاتهامات التي وجهتها منظمات دولية بشأن خطورة هذا الملف إلا أن الحكومة مصرة على مواصلة إغلاق المخيمات وعده نصرا المجلس النرويجي للاجئين اتهم حكومة الكاظمي بإجبار النازحين على العودة القسرية من دون توفير أدنى مستلزمات الحياة في مدنهم المدمرة والمحاطة بحقل من المخاطر أبرزها انتشار الميليشيات والمخلفات الحربية القابلة للانفجار ومشكلات عشائرية مخاوف تتطابق مع قلق منظمة العفو الدولية التي أكدت أن آلاف النازحين العراقيين المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش أصبحوا اليوم عرضة لمزيد من المخاطر مع منع حكومي متعمد لآلاف من النازحين من الحصول على الوثائق الرسمية التي تعد ضرورية للتوظيف والتعليم ولتلقي الخدمات وحرية التنقل أما من هجر من المخيمات فقد كانت تشرد مصيرا لكثير منهم بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الذي أكد أن آلافا من الأطفال اليتامة والأرامل باتوا مشردين في العراء في مناطق جنوبي الموصل بعد طردهم قصرا من المخيمات وبعدما منعهم المختارون والحجد العشائري من دخول المدن وبعد التهجير الحكومي القصري يتساءل النازحون عن مصيرهم المقبل ولا إجابة تحمد تكهناتهم تلوح في الأفق ترجمة نانسي قنقر